وعندما قال بأنه سوف يحاول أن يعطي الإمكانيات للناخب الوطني ويضع أمامه ذعف ما كان يتمتع به هذا الناخب يجب أن نثمن هذه التصريحات لذلك أنا أقول مهمة الرجل اليوم هي نقطتين لا ثالث لهما يقف على أراضي التدريب لمركز سيدي موسى لأن المشكلة صار حويس يدعم الناخب الوطني لأنه ينتظره في القريب العاجل مباراتين وهمتين في تصفية كأس العالم ثم بعد ذلك كأس إفريقيا ويلوم شمل العائلة الكروية التي تشتتت بفعل التخندقات والمصالح أهم ما يجب أن يتوقف عنده وليد صادق